أهلاً وسهلاً بكم في رياض ومدارس الوطن العربي اليوم سوف نبدأ بالدرس الرابع رسم الزاوية أهم النتائج لهذا الدرس سوف نرسم زاوية معطى قياسها بالدرجات الأدوات المستخدمة لرسم الزاوية أولاً المصطرة ثانياً المنقلة هيا بناعي هذا الأفضل حتى نتعلم على مطوات رسم الزاوية من خلال الأفضل التالية أرسم زاوية با ألف جيم قياسها 30 درجة أولاً أرسم قطعة مستقيمة ألف با ثانياً نلاحظ من اسم الزاوية با ألف جيم أن رأس الزاوية هو النقطة ألف إذن نقوم بتثبيت مركز المنقلة على هذه النقطة وهي النقطة ألف ونثبت القطعة المستقيمة ألف با على خط الصفر ثالثاً ابدأ قراءة التدريج من الصفر وحتى 30 درجة رابعاً ضع نقطة عند الدرجة 30 وسمها بجيم خامساً صل بين النقطة ألف والنقطة جيم لرسم الشعاع ألف جيم وبهذا نكون قد رسمنا الزاوية با ألف جيم والتي قياسها 30 درجة لاحظ أن هذه الزاوية هي حادة المثال الثاني أرسم زاوية مقدارها 90 درجة أولاً أرسم قطعة مستقيمة ألف با بما أن المثال لم يحدد مركز الزاوية هو النقطة ألف أو النقطة با إذن نستطيع تثبيت مركز المنقلة على النقطة ألف أو النقطة با لتكون رأس الزاوية فلنفرض أن النقطة ألف هي رأس الزاوية ونثبت القطعة المستقيمة على خط الصفر ثالثاً نبدأ العد من الدرجة صفر حتى 90 درجة رابعاً نضع نقطة عند الدرجة 90 ونسميها بجيم خامساً نصل القطعة المستقيمة ألف جيم وبذلك نكون قد رسمنا زاوية قائمة قياسها 90 كان أنت بدك ترسم القطعة المستقيمة لكن في هذه الأسئلة القطعة المستقيمة جاهزة عندك خلينا نقرأ السؤال سؤال رقم 1 صفحة 119 نفذ الخطوات السابقة لإتمام رسم الزاوية الآتية معتمداً القياسات الموضحة أسفلها فيه إن مجموعة من الزاوية بدنا نرسمهم حسب شو الزاوية المطلوبة منها خلينا نشوف أول سؤال قياس الزاوية مين نونها يساوي 45 فإنت بدك ترسم الزاوية هاي قياسها 45 أول إشي حكينا وين رأس الزاوية نون بجيب المنقلة وبحط مركز المنقلة على رأس الزاوية وبشوف يلا هلا قياسها 45 صفة 10 20 30 40 45 بحط هون خط وبرسم خط مستقيم باستخدام المصدرة وهي الزاوية هون ها إذن هون قياسها 45 درجة خلينا نشوف الزاوية الثانية قياس الزاوية سين صاد عين يساوي 30 نلاحظ إنه رأس الزاوية صاد إذن أنا بجيب المنقلة مركز المنقلة على رأس الزاوية وبستخدم السفر الخارجي لأنه هذا الشعاع بجهة اليسار سفر 10 20 30 برسم خط بالمصدرة برسم هذه الخط بسميه شعاع هون عين قياس الزاوية هون بتكون 30 خلينا نشوف السؤال الرسم الثانية قياس الزاوية شين كاف لام تساوي 83 انتي بدك ترسمي 83 رأس الزاوية كاف إذن بجيب المنقلة شوفوا كيف بدي أميلها هيك وبرسم 83 يأ سفر 10 20 30 40 50 60 70 80 81 82 83 نرسم خط بالمصدرة هاي 83 درجة نشوف قياس الزاوية دال جيمها 119 بتكن تنتبهوا على هذا الشكل وين الشعاع شكله وين رأس الزاوية جيم إذن هاي مركز الزاوية هون و 119 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 119 يعني قبل 110 بشحطة بعدين منحط خط باستخدام المصدرة فبيكون وبيكون الزاوية هون ها شعاع 119 آخر سؤال قياس الزاوية وو زين حا 166 وين رأس الزاوية زين شوفوا كيف المنقلة اتجاهها راح تكون هاي مية مية وعشرة مية وستين بعد ست شحطات واحد اثنين ثلاث اربع خمسة مية وستين واحد اثنين ثلاث اربع خمسة ستة برسم الزاوية استخدام المصدر كون الشعاع هاي هاي قياسها مية وستين اثنين صفحة مية وعشرين اكمل رسم الزوايا الآتية ثم دع زميلك يتحقق من قياساتها عندي قياس الزاوية ها واو زين بتاوي تسعين فحكمين رأس الزاوية اللي هي واو فرح استخدم المنقلة مركز المنقلة على رأس الزاوية برسم تسعين سفر عشر 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 ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين بحط عليها شحطة وباستخدام المصدرة برسم الشعاع الثالث وهو زين بحط هون تسعين درجة قياس الزاوية ح ط ي مية واثناش إذن مين مركز رأس الزاوية ط فبالتالي بعمل هيك طلعوا كيف اتجاه المنقلة انتبهوا على اتجاه المنقلة وبرسم مية واثناش هاي عندي مية وعندي مية وحداش مية واثناش وحط شحطة تكون هيك هاي هي شعاع هذا هي وهون مية واثناش قياس الزاوية لام كاف ميم مية وثمانين فهاي كتير سهلة ترسموها هيك لان هاي هي عبارة عن زاوية مستقيمة خلص اذا مية وثمانين نرسم خط باستخدام المصدرة تكون الخط هيك هذا الشعاع التاني بسمي ميم وهاي كل الزاوية مية وثمانين درجة سؤال الثالث صفحة مية واحد وعجب بيتي سؤال اربعة صفحة مية واحد وعجب انتبهوا على هذا السؤال في اي الاشكال الاتية يعيد الشعاع لام عين عامودي تبهوا على كلمة عامودي على الشعاع سين صاد مبررا اجابتك شو يعني كلمة عامودي يعني لازم يكون شكله او بتكون الشعاع عين لام عين وسين صاد عشان احكي عامودي زاوية تسعين درجة يعني هيك هاي لام عين وهاي عندي سين صاد اذا كان تسعين درجة بسميهم هذا الشعاع عامودي على هذا الشعاع خلينا نشوف الاشكال الاتية الشكل الاول لام عين قياس الزاوية قداش تسعين درجة اذا brutality اذا هو عامودي فالشكل الاول يمثل عامودي الشكل الثاني زاوية منفرجة فلا يتمثل عامودي والزاوية التالتة لا تمثل عامودي ولا الشكل الرابع الشكل الخامس عامودي تسعين درجة الشكل السادس عامودي تسعين درجة ننبلش اول اشي تمارين ومسائل صفحة 122 سؤال رقم واحد اكمل رسمي الزاوية في كل مما يأتي معتمدا من قياس المحدد اسفل كل منهما عندي ثلاث زوايا ومعطينا لكل زاوية شو قياسه وانتي بدك ترسميه عندي قياس الزاوية ها ستة اذا مين رأس الزاوية ها بجيب المنقلة مركز المنقلة على رأس الزاوية وبالتالي بنعيد ست الشحطات الصغيرة واحد اثنين ثلاث اربع خمس ستة تحطي هون شحطة صغيرة وبترسميها هي انا رسمي تقميها فقدش هون قياسها ستة نروح على الثانية قياس الزاوية ها 104 104 اذا كمان من رأس الزاوية ها بروح على المركز بعمل هيك انا ما استفدت اشي بروح بعمل هيك كمان ما استفدت اشي تعكسي تشوفي جميع الاتجاهات يلا الخط وين واصل عندي السفر هون يلا سفر عشر عشرين تلاتين اربين خمسين ستين سبعين تمانين تس مية ادش هو طالب 104 بتعدي اربع شحطات واحد اثنين تلاتة اربعة تحطي هون شحطة وبترسمي اذا هاي الزاوية هي 104 درجات اخر واحدة قياس الزاوية ها 197 نشوف 79 179 خلينا نشوف يلا سفر عشر عشر تلاتين اربين طلعوا الخط وين عندي السفر هاد سفر عشر عشر تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين مية مية وعشرة مية وعشرين مية وثلاتين مية واربين مية وخمسين مية وستين بتعدوا تسع شحطات صغيرة واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسعة هي مش كتير تمام ونرسم خط هاي كلها مية وتسعة سبعين سؤال التاني واجب بيتي سؤال رقم ثلاث ارسم شعاعا يعامد شو يعني كلمة يعامد يعني لازم تكون انت تسعين درجة شعاع المجاور عندي هذا الشعاع لو بدي اسميه سين صاد وليكن السين هو رأس الزاوية فبدي ارسم انا شعاع تاني يعامد هذا الشعاع سين صاد هاي مركز وهي عندي تسعين وبرسم خط وبسمي الشعاع هاد عين اذا سين صاد شعاع الاول يعامد الشعاعين سين يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة